بالنسبة للشناوي قبل الشناوي هو في حاجة لوجيك منطقي انت الراجل متهم في قضية احكم عليك بالإعدام قبل ما حقق معك بس عندنا في مصر محدش بيأخذ باله برضو كابتن عدلوحة سيدة الاسم كبير جدا وفوق دي ماجه من فوق انت طلعت القرار بخصم 25 في مليون من قامت العقد يعني 4.5 مليون جنيه خصم تاني يوم او تاني يوم ورح مطلع قرار تاني انا هبعطك للتحيي بس حققه كمدير كوره حقق كمدير كوره اعاقب وبعد كده حقق ولا حقق وبعد كده عاقب لا احقق وبعد كده عاقب انت عاقبت بجيب تحت حامعة على ايه انت سيكون على فكرة كالعادة احنا كصحفيين الصحفيين الخبر بتاعك مش مؤكد انت طلعت على صفحي وان كان لو تسألنا يعني انا مع فكرة الاقوبة حتى مجبت تحقيق انا شدت صورة انا كريم محدش اعترض لحد انا عن نفسي معاقبتش وعلى فكرة انا مع القرار حتى لو هو كبير جدا بس موقف ما ينفع شي احصل من اللعيب دولي انا مش مختلف لكن انت تاني يوم رح تنطلع القرار بتحول التحية طيب دعواد الشناوي شناوي كامل مع الاهلي او هيروح الوحدة السعودي محمد الشناوي عرض الوحدة السعودي الناس بتقول لك ما جاتش لكن لا في كلام عاكبت نحمد الخطيب بشكل مباشر في كلام مع محمد عواد مع محمد الشناوي بس في نوتين هيحصل موضوع محمد الشناوي اول حاجة النادي الوحدة السعودي لديه مشكلة قانونية او مشكلة مالية لم يحصل عشهات الكفاءة المالية لان عنده مشكلة مع اثنين لعيبة كانوا عنده ولازم يخلص فلوسهم عشان ياخد في النقطة التانية ان محمد الشناوي طلب من مسؤول الوحدة هولد على الموضوع لحد مطش الاهل والزمالك بعد مطش الاهل والزمالك ابقى فيه تطور العرض جدي والعرض موجود وبرقم مناسب لمحمد الشناوي مرسيل كولر مرحب بفكرة رحيل الشناوي مرسيل كولر مش قصة مرحب لان يومانع رحيل الشناوي كنت عندك هنا من 3-4 شهور وقلت لك ان الهل عنده 6 حراس مرمى مفيش حد يفهم اقلم من محمد الشناوي والكلام ده احنا قلناه من قبل ما قلت بالاسماء لحد دقيقة تامر موريد 2008 قلت بالاسماء هنا عندك الاهل ما عندهش مشكلة بس هي المشكلة هتبقى فين انت لما تاخد قرار محمد الشناوي هتبقى تضطر الزنفولي هتحول عقده من اعارة لشراء انهائي الزنفولي هتحول من الدخلية كمان النقطة التانية حمزة علاء مش هتفعله عنه يمشي فهما دول النقطتين لو الشناوي خد قرار اللي النقطتين دوله هتعملوا في الحمزة علاءة كان المفروض عايز يطلع عارة هيتقول له لا مش هتطلع والزنفولي هتحول عقده للبع نهاية